اشتركوا في القناة يمكن طبعا مكالمة مهمة مع وحش افريقيا كابتن اكرامي الكبير كابتن اكرامي تحياتي ليكم ساء الخير مساء النور يا احمد ازاك يا حبيبي كل سنة انت طائبة حبيبي ازاك حضرتك وحشني جدا جدا يا كابتن وانت كمان يا حبيبي ربنا يبارك لك حبيبي كابتن يعني طبعا يمكن متعودين دايما يعني كابتن اكرامي بكورة شخصيته وشريف نفس الشيء كمان ويمكن انبارح طبعا اولا هسألك على اداء النادي الاهلي بشكل عام في مباريات الامس وشايف النادي الاهلي يمكن احنا عندنا ثقا النادي الاهلي يقدر يرجع ان شاء الله ببطاقة التأهل باذن الليل الضويل بعد كده ولكن بايدو عايزين نعرف من حدك الاول وجهة نظرك في مباريات الاهلي بالامس هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي هو كان مبارح ما فيش توفية بالنزل لعادة النادي الاهلي يعني مش عايز اقول الحظ ما كانت توفية ربنا ما كانتش معهم مبارح على الأقل اتا ممكن نجي 3-4 تجواني لكن الاداء الحمد لله مبارح في القويس وكانت رجولة وفيه قتال من اللعين النادي الاهلي زي ما احنا متعوضين عليهم على طول لآخر دي ايها ويمكن برضو نقول ان التحكيم كان لي يد في الموضوع لكن الحمد لله وزي ما انت بتقول النادي الاهلي بإذن الله بأولاده قادرين ان هم يرجعوا بالصال جاء الله من تونس زي ما عاملوها بلكده ورجع لنا بالكاس بالنسبة للتحكيم اجابت ان يمكن مفيش حاجات مؤسسة ولكن في اتنين تلاتة تسلل انا مش عايف الحكم شافهم ازاي المساعد طبعا دول كافلين ان هي انفريضات للنادي الاهلي يعني ممكن الناس كدير مداخدش بالها ان مثلا التسللات دي كانت راحة انفريضات ولكن برضو كانت شيء غييب لان اللعيبة كانت بتبقى وراء المدافعين او قبل المدافعين للتراجي ومع ذلك الحكم كان بيحسبها انا معاك طبعا ان كان فيه بعض الاخطاء التحكمية والنادي الاهلي المفروض ان هو هتقدم بشكوى ده اللي احنا شايفين قدامنا تصريح من مسؤول النادي لانهم هتقدموا بشكوى في الحكم ولكن زي ما انت قلت جالة النادي الاهلي ان شاء الله قادرين طيب يمكن طبعا اقرأ كتير امبايح واقرأ كتير امبايح على خطأ شريف والاخطاء وايدة يعني كل الناس يعني انا انا يمكن امبايح طبعا بما اني حصل خطأ من شريف جابوا بقى اخطاء اللي بوفن الحراس الكبار العمالكة الكبار اخطاء ليهم واخطاء غريبة جدا 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 ولكن شريف الموسم اللي فات أدى موسم مميز جدا 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 كابتن كامه يعني إيه اللي أنت طبعا وحش أفريقيا إيه الحاجة اللي هتوجهها للشريف أو إيه الحاجة اللي أنت هتقولها للشريف إنه هو للمباراة الجاية يستعدلها بشكل مميز أولا شريف طبعا إنت أتعاملت مع شريف أعرف شخصيته كوي شريح لي شخصيته المتقبلة والحمد للهالسفة في نفسك ويسا قوي متعرض لمواقف أكثر من دي في الموسم اللي قبل كده وقدر إنه هو يعدي منها والحمد لله لأي حاجة خالص بالنسباله الأمور أخطأ وخطأ أخطأ حصل متسبب في هدف لكن مش نهاية الدنيا يعني ومش عايزين يعني أرد يا أحمد إنه نحن مش عايزين نخد في الموضوع ده كتير لأن الموضوع دي لأ أبعاد كتير أنا مش عايز أتكلم فيها يعني والله زي زي يعني زي يا كابتن أبعاد يعني بص أنا عايز أقول لك الحاجة والله يمكن طبعا في الأول وفي الأخر وأنا يمكن أنا قلت حتى في الأول إن إحنا مسألة مثلا تأهيل شريف نفسيا والكابتن طاق سليمان تصريح تأهيل إيه وبتاعه شريف جول كبير خط تجارب كبير جدا 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 مش لسه هو أنا هاهيله لا خطأ خطأ ومع نهاية المباراة خلاص هو بيستعاد للمباراة اللي جاية وهو زي ما أنت قلت هو عنده شخصية قوية وشريف بيع فيتعامل مع المباراة الزدي بس هل في وجهة نظر كابتن إن في مشكلة في مدائب مسألة حراسة كابتن ولا هي دي بتبقى حاجة كده وزي ما أنت قلت مش يوم الجميع أولا ما فيش حاجة نهاية مشكلة في مدارة حراسة المرمى يعني لو رجعنا اللي نبس من جفت ولا أبليه بالنسبة ليش فيه يعني أنا شايف أنه أعمل منجاز عشرة على عشرة يعني مش عشان خطأ يبقى فيه خطأ بالنسبة لمدارة حراسة المرمى أوت كلام دا لا الأمور إحنا للأسف ما بنتعاملش بوقعية وموضوعية في الأمور خالق ما هي إما إحنا بنفرح أوي بنزعل أوي بنرفع للسماء ويمكن المضاع دوت يخص شريف بالذات نتيجة للحساسات اللي موجودة بالنسبة لي يعني لكن لا أنا شايف أن فرق سلمان الحمد لله معشي مع شريف كويس ويا جماعة شريف من شهر واحد كان بطل نزبوط بطل واخد أحسن حارس مرمى موسم 2016-2017 فجأة شريف ده جل وحش وشيد ده جل لا يصلح نعم بس مين يا كابتن اللي قال كده يعني مين اللي قال جل لا يصلح ومين يعني أنا شمعت السلام دا والله يعني أنا عايز أقول لك الحاجة لا هي الناس في زعل يعني في زعل لأن كمان الخطأ يا كابتن بهدف يعني كان تقدم أو خطأ حصل أنا معك بس بالعكس يعني أنا مش شايف أنا مش شايف أنا مش شايف أن فيه ناس مثلا أنا تشايف لا يصلح لا يعني خطأ ما يصحش أنه يكون من حيس كبير يا أحمد ازعل وانخذ نقض موضوعي مش نقض قدام عنا تقبله تمام عشان بس انت شايف أن فيه ناس بتنقض شريف الهدف منها النيل يعني منك أنت شخصيا ومنه هو شخصيا مني ومنه هو من شريف ومن النادي الأهلي يعني دين يهدوا في فرقة النادي الأهلي والكلام دا يعني دي حالة مش جديدة ومش جديدة علينا معنا صح علي وعلى شريف وكان قبل كده على الله أحمد الله يرحمه والكلام دا بقى أنا شايف أن الأمور يعني بقى بأدمات قيل يعني مثلا بأدمات قيل إن أخطأ نتباح بقى أنت لسه من شهر كنت بتمجد فيه مظبوط إيه اللي الجديد إيه اللي كم أو إيه اللي تغير يعني أنا مش جديدة مش حاجة تغيرت عشان الهاجمة الشارسة دا لكن أنا بقول لك ولا هيفقي معنا الكلام دا خالص أكيد أكيد هل يعني يعني أنت عف إحنا دخلين على محلة وأنا دي برضو هروح لك فيها كابتن لازم أسألك فيها وانتخابات النادي الأهلي القادمة وكابتن القرامي يعني أنا مش عايز أقول لك ولكن هل دي ليها دخل مسألة الانتخابات من عدم وهل ليها دخل وكده علاقة الانتخابات بالحصل لا لا بالهجوم اللي بيبقى موجود مثلا على كابتن أكامي أو بشيف أو كده وانا مش دخل الانتخابات لا يعني مثلا ممكن يكون فيه تأييد لأي جانب على حساب الآخر من اللي فيه تأييد أنا بختار الأصلح للنادي الأهلي منش علاقة بأسماء يعني 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 زي ما رحت زي ما رحت للجمعال أمومية عشان اللايحة الخاصة بالنادي الأهلي خلاص والناس فهم أنه أنا رايح عايز سين ولا عايز صاد أنا رايح عشان ناندي الأهلي مزبوط عشان ناندي الأهلي بقى الاستقلالية وعشان ناندي الأهلي ما باش فيه وصائع عليه من حد بس لكن أنا لاي علاقة لها بانتخابات وبعدين لسه بادري أوه على الانتخابات يعلم إلا هيحصل بكرة طيب أكيد أنا أكيد أنا معك أكيد أنا معك طبعا يا كابتن وأكيد طبعا يعني أبناء النادي الأهلي دايما حايصين أن الأهم هو النادي الأهلي ولكن دايما بتبقى ليك كابتن ووجهة نظرة يعني شايف مين مسأل الأفضل مين الأصلح شايف يعني أنا شايف المعنة سبا حمود طهر أدى دور كبير جدا جدا وبيأدى دور كبير جدا كابتن خطيب برضو اسم كبير ولكن انت بتقول ان انت هتدي الاصلح. يعني اوجة نظرك شايف مين? او انت لو انت عايز تبعد عن السؤال ده انا ما عنديش مشكلة خاصة. انا محبش حط حد في اي موقف. لا 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 خالص انا 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 اي واحد من ابناء النادي الاهل يبقى رئيس النادي الاهل وهو الاصل. عشان نكون متفقين. واي واحد هيبقى موجود كلنا هنسنده. مش 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 معنى من سين اه هيبقى هو رئيس النادي وصاد لأ يبقى هنقفز ضد سين عشان صاد بنفعش. احنا اولاك النادي الاهلي عايزين النادي الاهلي يكمل مسيرته ويبقى في القمة زي ما احنا متعودين. انت انتخابات يعني انتخابات ديمقراطية وكل واحد ليه حق آآ يشوف اللي هو من وجهة نظره آآ الاصلح. لأ ما فهمتش معنى ما سماتش يحمل بقول لحضرتك يعني انتخابات ديمقراطية وكل واحد يشوف من وجهة نظره الاصلح بالنسبة للنادي يعني يعني مش آآ. والله العظيم ثلاثة من ايها علاقة بسين واللصاد خالص. اكيد كابتن. انا اكون متفقين. يعني انا في مرة من المرات معليش هاخش في جزئية. مرة من المرات لما كان فيه هجوم على الكابتن حسن حمدي بعد آآ لما كان موجود آآ رئيس النبي الاهلي. انا كنت في الهوى في برنامج من البرامج وقلت باللفز كده. قلت لو حسن حمدي. وانا بعشقه. قلت لو حسن حمدي فيه عليه مخالفات. اه. يروح للنائب العام. ولو سبست عليه انا اولا حضر طالب ان حسن حمدي كش صيد. اه. انا انا بعشق حسن حمدي. لكن بعشق النادي الاهلي اكتر. اكيد. اكيد اكيد. اه. الاشخاص من الهمش علاقة بالنادي الاهلي. كل واحد من النادي الاهلي بيجي بيقدم في موقعه. مين بقى هو اللي بيجنب في موقعه. دي حاجة بتاعت انا بقى. كل انا شايفه الاصطح هو اللي هيبه موجود. لكن اللي هيجي. هل يبقى كل انا باك انجليز. اكيد يا كابتن. اكيد طبعا. اه. رسالة اللي هيقولها كابتن الكراميل الشريف قبل اللقاء المهم ولقاء العودة الترجى التونسي. داني والله ما فيه رسالة. والله العظيمة. بس يعني يعني بصة كابتن اصان ههونك وحشة. دي حاجة بالنسبة طبعا انت بت رسالتك دي لكل الحراس. مش للشريف بس. حاجة تانية جزء ابوي ده طبعا يعني ده ابنك في الاول في الاخر. اه زائد ان يعني انا مسلا نريدك العيب كورة ممكن ادي لابني اه في وقت هو محتاج ان انا ادي له نصيحة. دي ابوية زائد ان خبراتي بقى من خلال البطولات اللي انت خطها كابتن والبطولات اللي انت جبتها للنادي الاهلي. يعني اكيد لازم يكون فيه مسندة من الكابتن الكوام. هي كلمة واحدة. تمام بس يعني يعني اه او انا او انت عندك مليون حق لان في الاول وفي الاخر لو البن ادم موقف على كلنا بنخطأ وكلنا عندنا اخطاء لو البن ادم موقف على خطأ يبقى مش هيتقدم لقدام. فااا. ده احنا معنى كده ان احنا نتبح كل اللعيبة. عندك حق طبعا. كل اللعيب يخطأ. نتبح. خلاص. يبقى مفيش لعيبة تلعب. بما اني انت في الطريق كده ان شاء الله شايف تحياتنا لي وان شاء الله موفق باذن الله وكلنا ان شاء الله مسندين لي ومسندين للنادي الاهلي في لقاء العودة ان شاء الله كابتن بشكوك. شكوك انا كابتن بشكوك. شكوك كل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله.